المشهد ليس بهذه السوداوية عندما نراها من فوق ونرى أن هناك حكومة إقليم وهناك مؤسسات ولكن عندما ننظر إلى المعطيات وإلى أرض الواقع وننظر إلى الانقسام الموجود إلى الآن داخل قوات البيشمارقة على سبيل المثال ندرك أنه لا يوجد ما يحمي كيان إقليم كردستان من الانفكاك أو التقسيم إذا ما حصلت اختلافات وانقسامات بين الحزبين والحاكمين لأنه إلى الآن كل حزب للأسف يحافظ أو يحتفظ بنفوذه في المنطقة التي هو يحكم فيها وأيضا هذا الأمر يعني لي كتيب السليمانية مارتين السليمانية والبارتي الأربيل ودوهوك مارتين وأيضا إلى الآن الانقسام الموجود بين القوات العسكرية بين قوات البيشمارقة إلى الآن موجود على أعرض الواقع وحتى المحاولات التي تم تنفيذها من قبل وزارة البيشمارقة لتوحيد قوات البيشمارقة لم تنجح وبالتالي ليس لدينا الضمانات الكافية لأن لا ينقسم إقليم كردستان العراق وأيضا مع كل اختلاف في مصالح هذين الحزبين يخرج أصوات تهدد بالعودة إلى الوراء صارت تعقيدات أكثر يعني محمد زنقنا يقول لك بأنه صارت تعقيدات في الثمانينات وفي الستينات وفي التسعينات والقتال ما بين البارزانيين والطالبانيين احنا بالنهاية ذهبنا إلى توافقات وجلسنا وتفاوضنا وخرجنا بمشتركات شنو اللي ممكن يختلف ويجعل الأمور بهذه السوداوية بمعطيات الانقسام ما بين الطرفين المشكلة ليس هناك ضمان بأن لا يحصل هذا الشيء ونحن كمان رأينا هناك اتفاقيات سابقة أيضا بين الحزبين والحاكمين وأيضا هناك الآن في أحداث الاستفتاء يعني كاد الأمور أن تخرج عن السيطرة في أحداث 16 من أكتوبر والخطوات التي أقدمت عليها الاتحاد الوطني الكردستاني والتعاون مع بغداد في سبيل هذا الأمر وبالتالي هذه الأمور قد تتكرر في المستقبل الآن هل يعقل أن كيان إقليم كردستان العراق ككيان دستوري وككيان ينظر إليه باقي المواطنين في العراق ويريدون تطوير مناطقهم مثل هذا الكيان هل يعقل أن يهدد كل ما حصل مشاكل بين الحزبين؟